بسم الله الرحمن الرحيم طاهي ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزينا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثري وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنا وهل أتاك حديث موسى إذ رأي نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النير هدى فلما أتاها نودي يا موسى أني أنا ربك فاخلعنا عليك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخري قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبر اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرحني صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني ليفقه قولي وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي هارون أخي يشتد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سولك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم فليلقه اليم بالساح ليأخذه عدو لي وعدوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني